السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة يلي تبعيزكم وتنسوك تعمل الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجلس تعمل بلايك عشان نوصل لكم الجديد والآن نوفيكم بأهم بنود اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل نشرت القانة 13 من التلفزيون الاسرائيلي بنود اتفاق وقف اطلاق النار الذي قررت في الحكومة الاسرائيلية ويتضمن الاتفاق النقاط التالية اسرائيل لن تقوم بأي عمل عسكري هجومي ضد اهدافها في لبنان كما انها ولبنان تعترفان بهمية قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 ومن بين البنود ان هذه الاتذامات لا تلغي حق اسرائيل او لبنان فيما مرفص حقها الاصيل في الدفاع عن النفس وبحسب الاتفاق فان قوات الامنية والعسكرية الرثمية في لبنان هي الجماعة الوحيدة المراقص لها بحمل الاسلحة او تشغيل القوات في جنوب لبنان كما سيتم تفكيك كل البناء التحتية والمواقع العسكرية ومصدرات جميع الاسلحة غير المرخصة التي لا تفي بهذه الالتدامات وسيتم تشكيل لجنة تكون مقبولة لليلية اطرافين لمراقبة تنفيذ هذه الالتدامات بحسب الاتفاق فان لبنان سينشر قواته الامنية الرثمية على كل الحدود والمعابر والخطة الذي يحدد المنطقة الجنوبية وستسحب اسرائيل لقواتها بشكل تدريج لجنوب الخط الاذرقة خلال ستين يوم ستعمل امريكا على تعزيز المفاوضات بين اطرافين للوصول لحدود النئبرية معترفة بها وبهذا قد اوفيناكم بيهم بنود اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل لا تنسوا الاسترافق هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة